في ظل استمرار أزمة الملف النووي الإيراني أعلنت إسرائيل بأنها تفضل الخيارة الدبلوماسي مع طاران لكنها قد تتحرك ضد إيران للدفاع عن النفس إذا استمرت في إصرارها على تطوير برنامجها النووي يأتي ذلك في الوقت الذي تعد فيه واشنطن مشروع قرار مع الأوروبيين لعرضه على مجلس محافظية الوكالة الذرية يحض إيران على التعاون الكامل إذن محاولات أمريكية أوروبية للضغط على إيران للتعاون مع الوكالة الذرية وتلويح إسرائيلي باللجوء للخيار العسكري في التعاطي مع الملف النووي الإيراني فما وقف طهران من ضغوط وتهديدات كهذه لا بوادر في الأفق لترتيب أوراق الملف النووي المبعثرة فبعد توقف المفاوضات منذ مارس الماضي تفاقم الأزمة المفتوحة الدائرة بين إسرائيل وإيران في الظل من تأزم الملف الشائك فبعد تهم إسرائيل قبل أيام لإيران بالكذب على العالم بشأن برنامجها النووي ها هو رئيس الوزراء الإسرائيلي يشهر ورقة إمكانية المواجهة المباشرة مع إيران إذ أكد نفطالي بنت خلال لقائه برئيس وكالة الطاقة الذرية رفايل جروسي أن إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع عن النفس والتحرك ضد إيران لوقف برنامجها النووي في حال فشل المجتمع الدولي في القيام بذلك في إطار زمني مناسب وللتخفيف من وطأة كلامه ترك بنت الباب مفتوحا للخيار الدبلوماسي أما الولايات المتحدة فلجأت بدورها إلى خيار تصعيد الدغوط على إيران نؤكد أننا نخطط للانضمام إلى المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في السعي للحصول على قرار يركز على دعوة إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية لطاقة الذرية ومن المنتظر عرض مشروع القرار على مجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل في فيينة غير أن الخطوة الأمريكية رفضتها طهران مسبقا ووصفتها بأنها غير بناءة ولددت وكالة الطاقة الذرية من جانبها في تقرير حديث لها بغياب ردود مرضية من إيران بشأن وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد وتركت جولات المحادثات على مدار نحو 11 شهرا الجميع يتوقعون إبراما صفقة في أوائل العام الجاري لكن المحادثات توقفت مرة أخرى بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا أما طهران وواشنطن فتختلفان حول العديد من القضايا بما في ذلك تصنيف الحرس الثوري الإيراني ومسألة رفع جميع العقوبات ويحذر مسؤولون أمريكيون من مزيد من التأخير معتبرين أنه إذا استمرت إيران في ارتكاب المزيد من الانتهاكات النووية فقد يجعل ذلك العودة إلى الصفقة الأصلية مستحيلة معنا من طهران الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد صالح صدقيان مساء الخير دكتور صدقيان يا تورا كيف ستؤثر هذه الزيارة لغروسي لإسرائيل على تعاون طهران مع الوكالة؟ مساء الخير لك فضيلة والمشاهدين أنا أعتقد أن زيارة غروسي إلى إسرائيل هي زيارة مريبة وتثير الكثير من الشكوك أولا إسرائيل ليست عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إسرائيل لم تسمح بتفقد المفتشين التابعين للوكالة الدولية للمشاءات النووية الإسرائيلية إسرائيل لم تسمح بتفقد المفتشين التابعين للوكالة للترسانة العسكرية التي تحتوي على السلاح النووي وبالتالي إسرائيل أيضا لم تعترف بمعاهدة حضر الانتشار النووي بالتالي هذه الزيارة هي زيارة قبل ثلاثة أيام من اجتماع مجلس محافظية للوكالة الدولية وكلنا يعلم بأن هناك مشروع قرار مقدم من قبل الولايات المتحدة والدول الثلاثة الأوروبية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للوكالة تريد أن تفرض قرار على أو تمارس ضغوط على إيران وبالتالي هذه الزيارة من المفترض يجب أن لا تكون لأن الوكالة الدولية يجب أن تحتفظ بحياديتها ولكن بالتأكيد يا دكتور صدقين أنت على الطلاع على اتهام إيران إسرائيل بأنها زودت الوكالة بمعلومات مهمة جدا حول وجود مواد نووية لم تبلغ عنها طهران قبل الاتفاق النووي في عام 2015 ومعروف أنه لإسرائيل استخبارات قوية دكتور صدقيان هل تعتقد بأنه هذا سيدخل في حساب الوكالة الدولية هذه المعلومات هي كانت ذات المعلومات موجودة قبل 2015 عندما تم التوصل للاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الغربية السوداسية وبالتالي عندما تم التوصل للاتفاق في 2015 تم تسوية كل هذه الأمور بمجرد أن اتفقت إيران مع مجموعة السوداسية خمسة زائد واحد تم إزالة كل هذه البنود لكن في ذلك الوقت إسرائيل شككت بأن إيران لا زال لديها مواقع سرية أو لديها مشروع سري أو عسكرة البرنامج الإيراني لكن الوكالة من خلال وضعها بعد الـ 2015 يعني بعد الاتفاق النووي من خلال وضعها لبرنامج للتفقد والتفتيش والوكالة قالت بأن هذا البرنامج الذي وضع على خلفية الاتفاق النووي الموقع عام 2015 البرنامج كان الوحيد المطبق في إيران ولم يطبق في أي دولة أخرى والوكالة أيضا صدر أكثر من 12 تقرير كل التقارير كانت تقول بأن البرنامج النووي برنامج سلمي والمفتشين لم يحصلوا على ما يفيد على عسكرة البرنامج الإيراني لكن الآن عندما تعثرت المفاوضات في فيينا يبدو مرة أخرى طفحت على الصدر بأن هناك منشآت سرية ومشاكل ذلك كان يعتقد بأن الوكالة يجب أن لا تعتمد كثيرا على إسرائيل لأن إسرائيل ليست جهة نزيهة في هذا الباب وإنما يجب أن تعتمد على أجهزة المراقبة للمنشآت النووية الإيرانية والتي تعمل في داخل إيران أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد صالح صدقين الأكاديمي والبحث السياسي من طهران شكرا جزيلا لك